قد أدن لكم بفتح بلاد الواندال بجيش يقوده أمير طنجة طارق بن زيال إن رسالة الإسلام ليست رسالة مخصوصة بشعب أو منطقة إنما هي رسالة رب العالمين للبشرية كلها نريد بناء دولة العدل التي نبتغيها يا أبا بصير ما جئنا لنفسد في الأرض ولا لنسفك دماءكم إنما جئنا لنفرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد قد أبليتم بلاء حسنا بعون من الله ثم بعزيمتكم الأمة التي استطاعت إسقاط الفرس والرغم لن يقف في وجهها أحد من إذن الله تعالى ما قطعنا الفيافي وجابهنا الأهوال وأهدفنا نحورنا للرماح إلا لنقيم الأمن والعدل في هذه البلاد العليا نهارض بالظلم لمجرد أن الظالم هو من ديني أنا الملك لودريك الذي لم يهزم في معركة قبل يقوده لودريك بنفسه وهو لا يدخل معركة لا يطلن حسبها قبل بدايتها لما عدرت منه كل هذا العذار سيقتلوني سيقتلوني نحملهم بالمرصاد أريد أن أقضي عليهم هنا الآن يقع طارق بنفس ما وقع به عقبة الله معنا ولكنه أمرنا أن نعد لهم ما استطعنا ترجمة نانسي قنقر سيوك في عادت لهم